أنا أذكر مثلا إذا كنت طالب سنة أولى طب في أنقرة 96-97 لا أعرف الكتركية كثيرا بعض الكلمات المفتاحية التي أستطيع أن أقوم بها ببعض الأمور الأساسية في الحياة على موقف الباص دائما تكون سيدة مسنة رجل شاب كذا يلفت نظره أنك أنت أجنب وكذا من أين أنت؟ الكلمة معروفة فلسطيني أنا أعرف وعيشت هذا الموقف كثيرا أنه تدمع عيونهم السيدة المسنة تحديدنا برجل المسن تقول له فلسطين تدمع عينه مباشرة تلقائيا أنت لا تتحدث عن حالة حرب ولا تتحدث عن عدوان ولا تتحدث حتى قصص إنسانية فيها تراجينية معينة من أين أنت؟ أنت من فلسطين تدمع عينه بشكل تلقائي هناك حنين وهناك تعاطف كبير وكبير جدا رغم أنه أحيانا يفتقل المعلومة وأحيانا يفتقل التقييم الموضوعي ولأخير لكن على مستوى العاطفة لديهم قول لطيف للأثراك أيضا نقول لك عندما تذكر فلسطين يتجمل الدم في عروقنا السلام عليكم أنا عبد الرحمن ناصر وأهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الشرق ضيف اليوم الدكتور سعيد الحاج طبيب وباحث مختص في الشأن التركي في هذه الحلقة سنفهم وسنحلل الموقف التركي من معركة طفان الأقصى وما تلاها وما هو موقف الدولة التركية تاريخيا من القضية الفلسطينية وكيف تحولت تركيا من الدولة المسلمة الأولى التي تعترف بالكان المحتل بعد شهور من تأسيسه إلى الدولة التي وضعها الاحتلال على رأس الدول المهددة له أخذنا أيضا في رحلة ليشرح لنا موقف الشعب التركي من القضية الفلسطينية أتمنى لكم متابعة مفيدة أهلا وسهلا دكتور يهلا وسهلا سهلا لو تعطينا تقييم عام لرد الفعل التركي والتعامل التركي مع الحرب على غزة بداية من طفان الأقصى وحتى الآن هو لا شك أنه هناك خصوصية للقضية الفلسطينية لدى تركيا وتحديدا لدى تركيا العدالة والتنمي بقيادة أردوان وكان هناك دائما مواقف مشرفة كما توصف لتركيا ولا أردوان تحديدا فيما تعلق بفلسطينينا الكل مثلين يتذكر حدثة One Minute في مؤتمر دافوس في 2009 أو الموقف عالي السقف وقطع العلاقات بعد حدثة ما في مرمرة في 2010 ومثيلاتها الكثيرة الحقيقة حتى في 2018 لما سحب السفير وترد السفير التركي وأذكر في يومها الإعلام التركي بقرار دولي طبعا تقصد أن يصور كيفية معاملة السفير الإسرائيلي وهو يخرج من المطار ويفتش وما إلى ذلك فالناس متعودة كثيرا على موقف تركي عالي السقف في القضية الفلسطينية خصوصا لذا ما كان موضوع عدوان وحرب يعني العدوان البعد الإنساني له خصوصية وحساسية لدى أنقرة والقدس وأهميتها ورمزيتها الدينية والتاريخية لها حساسية أخرى اللي حصل في هذه الحرب أنه هناك شيء مختلف أن المقاومة الفلسطينية هذا مرة بادرت صحيح أنه هي في نهاية المطاف أرض محتلة وبالتالي هي مقاومة وبالتالي عمل دفاعي في جوهر ولكن الشكل هو هجوم أعتقد أنه ذلك كان ضمن الأسباب التي أدت لرد فعل أو لوقف تركي مختلف هذه المرة في العموم الناس رأت أنه أدنى من السقف المعروف والمتوقع والمنتظر من تركيا أنا أعتقد أنه الموقف التركي في الأيام الأولى تحديدا كان مرتبكا إلى أحد كبير وكان مأخوذ بفكرة الهجوم وكان مأخوذ بفكرة المدنيين وكان مأخوذ بفكرة الأسرة الذين سماهم رهائن ولذلك غلب على موقفه وكأنه وكأنه أدن وأنا أقول وكأنه من باب الموضوعية لأنه لم يدن لكن عندما يتحدث كثيرا عن ضرورة إطلاق صراحة الرهائن والعمل بهذا الاتجاه ويعني يرفض فكرة الهجوم على المدينة وما إلى ذلك وكأنه لم يرضى عن الخطوة التي قامت بها المقاومة الفلسطينية تبعا لذلك رأينا الكثير من التصريحات من مختلف السياسيين في تركيا خدمت هذا المعنى ولأن الإعلام في تركيا يدور في فلك السياسة إلى حد كبير امتدح الكثيرون ممن هم مقربون من العدالة والتنمية الحزب الحاكي ومن أردوان فكرة الحياد التركي أنه ينبغي لتركيا أن تكون على الحياد أن لا تنخلط وأن لا تستدرج إنجاز التعبير لهذه المعمعة وأن تبقى على الحياد وأن تحاول قدر الإمكان أن تقوم بوساطة إنجاز التعبير كما فعلت في الحرب الروسية الأوكرانية بدون أدنى مقارنة بين الطرفين بين الحرب الروسية الأوكرانية والقضية الفلسطينية وخصوصيتها واستثنائية وما إلى ذلك لاحقا استدرك هذا الأمر ورافعت تركيا السقف مرة أخرى وأعلنت وقوفا تاما لجانب الفلسطينيين وأدانة الهجوم الإسرائيلي واعتبرته إرهاب دولة وتحدث أردوعا عن طي صفحة نتنياهو ليس فقط نتنياهو صفحته سياسيا كرير يعني لكن هو من نسبة لتركيا أنه لن نتحدث معه وما إلى ذلك أنا أعتقد ذلك لاحقا كان مدفوعا أولا برأي عام تركي موحد تماما إلى جانب الفلسطينيين وبالتأكيد مدفوع بالمجازر الإسرائيلية وجرائم الحرب التي ارتكبت دون أدنى التفات لأي حقوق ولأي قانون دولي حتى أعرف الحرب المتعرف عليها وبالتأكيد المعارضة التركية الداخلية لأنها أيضا رفعت السق في مواجهة الحكومة في بتالي استحثت مواقف مختلفة ورابعا أن تركيا متوجسة وغير راضية عن الانخراط العسكري المباشر الأمريكي في المنطقة حضور البارجات أو حاملات الطائرات لشرق المتوسط لم تقرأه تركيا عن أنه محصور فقط في الحرب على غزة أو لردع إيران وحزب الله لذلك اعتبرت من زاوية ما أنها مقصودة بهذا الحشد العسكري وأنها حتى لو لم تكن مقصودة ابتداءا سوف تتضرر لاحقا لذلك رأينا أن سقف الموقف ارتفع مؤخرا فهدون عنصرين أساسيا في الموقف لكن في عنصر ثالث أنه هذا كله حتى اللحظة ومتعلق بالخطابة بالكلام بالصياغات وليس بالفعل يعني حتى اللحظة لم نشهد ما فعلته تركيا سابقا بتأثير العلاقات الدبلوماسية سحب السفير طرد سفير إسرائيلي الحديث حتى التلويح بعقوبات أو تهديدة أو ما لذلك لم نشهد بل على العكس تماما أردوان في رحلة عودة كانت من إحدى الدول في الخارج سؤل عن هذا الأمر فقال أنه لا احنا استحبنا السفير أو استدعينا السفير للتشاور من تلعبيب السفير التركي وأنه لا مجال الحديث عن قتل العلاقات مع الاحتلال مع إسرائيل لأنه ليس هناك شيء اسمه قتل العلاقات في العلاقات الدولية هذا تراجع واضح أنا أعتقد يعني أو إعادة مراجعات يعني أسميها في السياسة الخارجية التركية مرتبطة إلى حد كبير ربما نتحدث فيها عن خلال سينتين أخيرتين يعني إعادة تدوير زوايا الخلاف مع عدد من القوى الإقليمية من ضمنها دولة الاحتلال يعني إعادة العلاقات وتحسينها أردوان كان في أيلول يعني قبل شهرين قبل الحرب شهر ربما في الأم المتحدة عفوا في نيويورك يمازح نتنياهو ويلعب له بربطة العنق ودعا لزارة تركيا وكان يفترضا يقوم بالزيارة لتركيا ثم أردوان يقوم بالزيارة لدولة الاحتلال لتطوير العلاقات وما إلى ذلك الحرب أتت ربما ونسفت كل هذا المسار فأنا أعتقد أن هذه الأسباب في عمومها أدت لموقف تركي ما زال حتى اللحظة منخفضة السقف منضبط إنجاز التعبير ودعني أقول أن تركيا تقصدت منذ اللحظة الأولى أن لا تتفرد مرة أخرى كما حصل في السابق في العقد الماضي بموقف متقدم على السقف حاد الألفاظ بحيث يأتي لها بأكلاف أو بأثمان كما حصل سابقا هذا نوع من المراجعات كما أقرأه أنا الآن كباحث في الشأن التركي إنها تريد أن يقوم موقفها موازي قريب ربما موقف مصر السعودية الأردن الإمارات الدول العربية المؤثرة الفاعلة في القضية الفلسطينية بحيث لا تخرج وكأنها خرجت عن أو غردت خارج السرب فيعود عليها بأكلاف اقتصادية وسياسية وما إلى ذلك الطريف أن وزير خارجيها كان في دان في دقائه الأخير مع الجزيرة قال شيئا من هذا القبيل يعني بعد حوالي شهر ونصف من يعني عندما سئل كثيرا عن موقف تركيا كان يقول أنه ينبغي أن يكون هناك موقف موحد يعني نحن ننسق مع الدول العربية المختلفة من موقف المصري وما إلى ذلك واضح أن تركيا لديها قرار بأنه لا ينبغي لها أن تتفرد وأن تعليل سقف إذا كان هناك من موقف متقدم فيما يتعلق بالحرب على غزة فينبغي أن يكون موقف الجميع وليس موقف تركيا فقط في مقابل دول أخرى لديها مواقف أوطأ صقفا إنجاز التعبير داب ياخدنا لسؤال هل نحن نبالغ في توقعتنا من تركيا تجاه قضياء القضية الفلسطينية بشكل أساس تجاه قضينا بشكل عام هل نحن نبالغ؟ بالتأكيد لكن ليس السبب الوحيد نحن يعني في الخلاصة هناك توقعات وانتظارات وطموح لموقف تركيا عادة ما يكون أعلى بكثير من المرغوب تركيا ومن الممكن تركيا وفق الإمكانات وأوراق الضغط والأدوات الفاعلة وما إلى ذلك هذا ينطبق بالمناسبة على سوريا وعلى مصر وعلى قضية الفلسطينية وعلى غيرها وليبيا وكل المناطق قربما أو القضايا التي انخلطت فيها تركيا لكن مرة أخرى ليس السبب الوحيد أن نحن نرفع السقف هكذا عبثا هناك جزء طبعا من القراءة الرغبوية إنجاز التعبير فيما تعلق بتركيا جزء منها متعلق بعدم الإدراك للوضع التركي الداخلي وكيفية صناعة القرار وتوجهات السياسة الخارجية التركية التي بالمناسبة في عادة العدالة والتنمية تغيرت أكثر من مرة ومن جهة أخرى عدم الإلمام هذا جزء منه متعلق بالخطاب التركي فالخطاب الرسمي التركي في كثير من مفرداته وصياغاته تفهم في العالم العربي على أنها صياغات إسلامية بين مزدوجين فيما هي في الداخل الترقي تقرأ على أنها خطاب وطني أو قومي لأن الخطاب أو الثقافة القومية في تركيا متصالحة مع دين إلى حد كبير جدا فلذلك الخطاب القومي عادة ينهل كثيرا من الخلفية ومن الثقافة الإسلامية ومن المفردات الدينية ومن بعض النصوص وما إلى ذلك هذا في الداخل التركي يفهمه أي مواطن حتى لو كان علمانيا ورافضا للعدالة والتنمية وأردوان يفهم على أنه خطاب قومي أو وطني متصالح مع الثقافة الإسلامية ليس أكثر من ذلك عادة في العالم العربي عندما تسمع هذه النصوص أو هذه الخطابات بإحالات دينية ونصوص وبالذلك تفهم على أنها خطاب إسلامي وهذا يسبغ على السياسة الخارجية التركية يعني مسارات ليست منها لا تدعيها حتى أنقرة لكن حتى نقول موضوعيين هناك جزء ثالث بالصورة أو يعني زاوية ثالثة أنه أردوان والعدالة والتنمية والسياسيون الأتراك أيضا هم رفعوا بأنفسهم سقف التوقعات منهم كثيرا عندما يتحدث عن خطوط حمراء مثلا إن كان سابقا في القضية السورية مثل حلب وغيرها أو إن كان مثلا الآن في القدس وما إلى ذلك في القضية الفلسطينية أو في أمور أخرى الحديث عن خطوط الحمراء يتكرر كثيرا رغم أننا كلنا نعرف أنه عندما تتخطى هذه الخطوط الحمراء قد لا تملك تركيا لوحدها أدوات تمنع ذلك مثل ما يحصل مثلا في فلسطين في غزة وأحيانا يكون مثلا أيضا الخطاب أنه لن نسمح بكذا وسيكون لنا ردة فعل أو ما إلى ذلك أحيانا بيكون في بعض التحركات الداخلية التركية تشيب شيء من ذلك لكن الذي يدرك ويتابع عن كفب البنية السياسية الداخلية المؤسسات التي تشارك في صدعة القرار كيفية اتخاذه على ماذا يعتمد من عوامل داخلية وخارجية يفهم أنه لا يعني الأمر ليس كذلك وأنه ليس كل ما يقال مقدور عليه من جهة وأنه في بعض الأحيان بتعرف في بعض الناس بيعتبروا أنه أنت شو عرفكم في شغلات لا تقال في أمور لا تقال وأنه هناك يليس بالضرورة تركيا أن تقول كل ما تفعل وكأن هناك أمور كثيرة فعلت لكنها لم تقال وهذا للأسف هو نوع من التعويض عن خيبة الأمل أنه لا يجد في الفعل الكثير مما يرضيه ما كان يتوقع فلا يصدق عقله أنه مستحيل تركيا واردوان لم يفعلوا ولن يفعلوا هذا الشيء الذي هو في باله فلا أكيد إذا فعلوا لكنني لا أعرف السياسة ليست كلها تقال وما إلى ذلك فأنا أعتقد الأمر مركب إلى حد كبير جدا لكن مثلا مرة أخرى سياسة تطوير العلاقات وتحسينها مع عدد من القوى الإقليمية ما كان يسمى بالمحور المناوئ لتركيا أو محور الاعتداد العربي سابقا أو محور الثورة المضادة كما نعرف في العالم العربي يعني أحدث عن مصر والإمارات السعودية وما إلى ذلك ومعهم أيضا دولة الاحتلال كان يشي بأن الموقف التركي لدى أي محطة مشابهة إن كان في القدس أو في غزة لن يكون كما كان سابقا يعني هناك جملة مفتاحية قالها أردوان كرئيس وقالها وزير الخارجية في حينه مولود شويش أغلو بأنه تقاربنا الآن عندما عادت السفراء مع دولة الاحتلال السنة الماضية قالوا بالحرف أنه من الآن فصاعدا لن يكون هناك ربط سيكون هناك فصل ما بين العلاقات التركية الإسرائيلية من جهة والسياسات الإسرائيلية تجاهها الفلسطينية من جهة أخرى هذا يعني من زاوية ما من وجه ما أنه نعم سنعيد العلاقات مع إسرائيل هذا لا يعني أننا لن نتخذها إذا كان هناك سياسات تعسفية ضد الفلسطينيين أو في القدس أو ما إلى ذلك لكن الوجه الآخر من العملة يقول أيضا أنه إذا كان هناك سياسات عدوانية تجاه الفلسطين هذا لن يؤثر بالضرورة على علاقات ويقطعها كما حصل في 2010 و2016 هذه كانت كلمة مفتاحية وأنا كنت من الذين كتبوا في هذا الأمر أن التقارب التركي الإسرائيلي الأخير مختلف عن التقاربات الأخرى عن المحطات السابقة وبالتالي في أي حدث فلسطيني لاحق أو مقبل قد لا يكون الموقف التركي كما نريد أو كما تعودنا هذا كان هناك إرهاصات له وإشارات له سابقة فهذا التغير المحدود خلينا نقول في الموقف التركي تجاه القضايا الفلسطينية هو جزء من تغير في السياسة الخارجية التركية صحيح هو إعادة صياغة معينة تركيا مرت في عادة العدلة والتنمية في ثلاث مراحل أساسية يعني فقط أمر عليها سريعا حتى يكون نوع من إسقاط الواقع عليها في البدايات الأولى العدلة والتنمية عرف نفسه عنه حزب ديمقراطي محافظ يعمل على الخدمات فقط دون أجندة أيديولوجية يريد انضمام الاتحاد الأوروبي هذا بقى حتى 2010-2011 قوة أو ذروة قوة العدلة والتنمية في الداخل تناغمت وتزامنت مع الحدث الأبرز في العالم العربي وفي المنطقة اللي هو الثورات العربية فانتقل الحديث للأمة ونحن والمواقف المتقدمة وسياسة خارجية منخلطة ومبادرة في مصر وفي سوريا وفي ليبيا وما إلى ذلك فهذا دام حتى 2015-2016 سريعا جدا لكثير من الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية منذ 2015-2016 نحن نتحدث عن يارلي فاميلي كما يقول الأتراك المحلي والوطني يعني السياسة خارجية وداخلية أكثر وطنية أكثر قومية أكثر يمينية من ضمنها طبعا التحالف مع الحركة القومية في الداخل ومن ضمنها أزمات كثيرة في انتخابات وغيرها في داخل والخارج منذ تلك اللحظة وحتى الآن تركيا تسعى لأن ترمم ما تضررته من وجهة نظرها في العقد الماضي عقد الثورات وما رافقها لأنه في تلك الفترة علاقاتها كانت سيئة وكانت في مواجهة مباشرة وغير مباشرة مع هذه الدول التي ذكرناها قبل قليل في العالم العربي تزامن ذلك مع توترات مع الاتحاد الأوروبي ثم أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية وتوجد ذلك بإسقاط الطائرة الروسية في 2015 أيضا لما تدخلت في روسيا فكانت تركيا تقريبا في أزمة مع كل القوة تقريبا وبالتالي اعتبرت أنها تضررت وهي فعلا تضررت وعقبت وهي فعلا عقبت من مختلف الأطراف واشتغل عليها كثيرا فنوع من الاستخلاصات أن تركيا تريد أن تكون سياسة خارجية تعود لما قلب لأ 2011 أو 2010 سياسة خارجية هادئة معتدلة مفتحة على الجميع تبحث عن المشتركات مع الجميع ولا تكون منفردة أو متفردة بموقف يعود عليها بهذه الأكلة فهذا جزء من الصورة التي دفعت بطريقة أو بأخرى لهذا الأمر لأنه الآن محاولة التناغم مع المواقف العربية التي تركيا دائما ما تميزت عليها وبالعكس وانتقدتها من جهة وثانيا أن لا تتخطى حدود معينة بالفعل أولا ثم حتى بالخطاب مع دولة الاحتلال رغم ما حصل لكن ربما الإشارة الأخيرة هنا بأن السياسة الخارجية تركيا دائما مرنة من جهة لأنها دولة ديمقراطية على بعض العيوب والأخطاء والثغلات لكنها دولة ديمقراطية وهناك انتخابات فبالتالي صانع القرار يحسب حساب الشارع وهذا مهم والشارع له نفس طيب مع القضية الفلسطينية وتحديدا في العدوان وفي الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال وثانيا أن الأمر مرتبط إلى حد كبير بأردوان نفسه يعني أردوان أحيانا يعطي مساحة أكثر للمؤسسات التي تشارك في صنع القرار الاستخبارات والخارجية والمؤسسة العسكرية وما ذلك وأحيانا يتفرد هو برأي مختلف يعني كمثال في الأيام الأولى للحرب والعدوان وكانت إسرائيل قد بدأت بالقصف وبدأت بالمجازر وما إلى ذلك كان هناك أتمر صحفي للناطق باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشليك وكان يقول أننا أصدقاء في تركيا مع الدولة الإسرائيلية ومع الشعب الإسرائيلي مشكلتنا مع نتنياه ومع الحكومة هذا خطاب مختلف عن الخطاب اللاحق الذي أتى بها أردوان بأنه دولة إرهاب ولن نسمح وهوائل آخرين فأقصد دائما إردوان يستطيع أن يعل السقف في الخطاب وهذا يعني أنه باستمرار الحرب لا قدر الله أو استمرار المجازر لا قدر الله الموقف التركي دائما منفتح وممكن أن يتطور وحتى أن ينقلب مرة أخرى من الموقف الانفعالي أو الموقف الخطابي دعني أقول إلى مواقف فعلية ربما إذا ما استمرت العوامل التي تؤدي إلى الضغط على صانع القرار التركي يمكن أن نشهد شيء معين الآن مسارات الحرب لاستواضح حتى اللحظة ونحن نسجل اليوم لكن كما ذكرت لك الأيام الأولى والأسابيع الأولى كان هناك موقف لأننا نحن نفوقف مختلف وهو في تطور نوعا ما ويمكن أن نرى مراحل مختلفة أو مشاهد مختلفة الموقف التركي متغير من الحرب على غزة البعض يعتقد أن هذه التصريحات من قبل الرئيس أردوغان ليست مفيدة لأنه هي لم تخرج من نطاق التصريحات إلى النطاق الفعل هل هذه التصريحات بيكون لها أي فائدة في هذا السياق؟ شوف في حالة هذا التخندق الغربي وبعض الدول الأخرى إلى جانب أو إلى خلف الاتحاد الافتلال الإسرائيلي وهذا الإنخراط السياسي والعسكر المباشر وما نجده من التغطية الإعلامية العالمية لحد أنه الذي صارت انقلبت إلى نكتة أنه هل تدين حماس أم لا تدين حماس كأول سؤال في أي مقابلة مع أي شخص مهما كان الحداث وأنه حتى الذين عبروا عن انتقاد لليتنياه وليس بالضرورة حتى لإسرائيل فضل عن اللاسمية فصولوا من أعمالهم في ظل هذا التجهيش العالمي دولة مثل تركيا بثقلها الإقليمي من جهة وعضويتها في النيتو في المعسكر الغربي من إنجاز التعبير من جهة أخرى خطابها مهم خصوصا أنها دولة لها على قد دبل ماسيما دولة الاحتلال منذ بدايات تأسيس من ال49 كانت تركيا أول دولة ذات أغلبية مسلمة تعترف بدولة الاحتلال الإسرائيلي فهنا الخطاب مهم بالتأكيد توصيف الأمر على أنه إبادة أو توصيف الأمر على أنه جرائم حرب مهم وهذا يفتح الباب الخطاب يفتح الباب على فعل يعني إذا أنت تصنف الأمر على أنه إبادة جماعية وأنه جرائم حرب إذن يتوقع وينتظر منك أن تخطو خطوات قانونية ما بالمناسبة قد نتوقع بعضها لأن بعضها قد قامت به نقامة المحامين في تركيا ما هو المتوقع أو تعطينا أيضا؟ فكرة تقديم طلب لتحقيق من محكمة الجانات الدولية أعتقد كما سمعت وقرأت مؤخرا أنه بعض الأطراف التركية من ضمنها نقامات محامين رفعت هذا الأمر لكن هناك أيضا مسار آخر أنه محكمة العدل الدولية يمكن أن تتقدم تركيا أو دولة أخرى بطلب لتوصيف ما يحدث على أنه إبادة جماعية وهذا له ثقل الرمزي ليس بالضرورة أنه إسرائيل تستمع أو تنصت لكن هذا سيزيد من الضغط ليس فقط على إسرائيل لكن حتى على الدول الداعمة لها وتحديد المتحدة الأمريكية هذا حصل بالمناسبة في الحرب الروسية الأوكرانية يعني الغرب تقدم بطلب وخلال 19 يوما وصفت الحرب الروسية على أنها إبادة أو ما إلى ذلك هذا يزيد الضغوط الآن روسيا إذا أي مدر تدعت هذا سؤال آخر لكن في حالة إسرائيل والدعم الغربي لها أنا أعتقد أن ذلك قد يكون له ثقة معينة أو رمزية معينة على أقل تقدير فالقصد أن الخطاب مهم ضروري وقد يفتح الباب على أمور أخرى لكنه بالتأكيد غير كافي غير كافي لأن الدول تملك غير الخطاب غير الخطابة والمواقف الخطابية بالتأكيد تملك أدوات السياسة في الاقتصاد في البيتماسية وفي أمور أخرى وثانيا لأن الحدث مرة أخرى استثنائي يعني منذ الأيام منذ الساعات الأولى لسبعة أكتوبر يعني لتوفان الأخصى كان واضح أن الحدث استثنائي من نسبة للمقاومة الفلسطينية وما فعلته والبطولة والتخطيط والإتقان والإبداع في المقاومة لكن كان واضح قبل أن تبدأ حتى للعسكرية الإسرائيلية بالتحرك أن الرد والانتقام سيكون بشع جدا وغير مسبوك ورأينا ذلك حتى اليوم حتى وقت الهدن أقصد فبالتالي دولة كان لها مواقف سابقة مرتفعة استقفة إلى ذلك يتوقع منها أيضا هي أن تتناغم مع هذه الاستثنائية في المعركة والاستثنائية في الدموية لدى الاحتلال الإسرائيلي لكن عندما يبقى الأمر محصورا فقط في الخطاب يكون في تراجع ما هي الخطوات يعني عمليا ما هي الخطوات التي يمكن أن تأخذها تركيا خصوصا إذا وضعنا في الاعتبار أن الموقف التركي على الأقل على المستوى التصرحات هو متقدم جدا مقارنة بالتصرحات العربية صحيح زائد أن هناك حلف غربي الآن أمريكا هي التي تقود المعركة وهناك حلف غربي لدعم إسرائيل فقد يسأل سائل وما الذي تستطيع أن تقدمه تركيا أمام هذا الحلف القوي والتحالف نشوف طبعا الإنسان المفروض أن يكون موضوعيا لا نذهب للذين ينفون أي صفة إيجابية على موقف التركي بالعكس كما تفضلت حضرتك هو متقدم على الكثير من دول العربية للأسف لكن أيضا هذا لا يصح أن نقارن تركيا تقليديا ودائما متقدمة على هذه الدول وهذه الدول بعضها يصف بأنه متباطئ في الحرب ضد المقاومة في غزة وبالتالي المقارنة قد لا تصح أقصد وثانيا الأدوات التي تتمدلكها تركيا قد لا تمدلكها دول أخرى إذا لم نتحدث عن دول المفتاحية الأساسية في الخطوات أو في الذي تملك تركيا هناك نوعين من القرارات أستاذ عبد الرحمن فيه قرارات احتجاجية وفيه قرارات تبغي التأثير القرارات الاحتجاجية على أقل تقدير طرد السفراء قتل على قاتل بلماسية التلويح بها إشارات رمزية هنا وهناك إبطال أو إلغاء بعض الفعاليات هنا وهناك هذا لم نجده قد تكون تركيا الدولة الوحيدة التي لها علاقات بلماسية مع إسرائيل سحبت سفيرها لكنها قررت للتشاور بمعنى هي لان تسحب تماما بشكل نهائي لكن دون ذلك دولة الاحتلال هي التي سحبت سفراءها من كل دول العربية والإسلامية التي لها على قد المسيمها بعد مجزرة المستشفى الأهلي خوفا من ردات فعل شعبية وهذا كان مؤسف أقصد أنه التأكيد على فكرة رفض هذه الجرائم وهذه المجازر لم يصاحبه رد فعل دبلوماسي حتى وسياسي يتناغم مع ذلك هذه رودة فعل احتجاجية يمكن أن نفصل فيها سياسيا ودبلوماسيا وما لا ذلك لكن في نهاية المطاف مع فهوم أن إسرائيل من خلفها لن يتوقفوا أو لن يعدلوا على عقل تقدير مستوى الجرائم والمجازر التي تحصل إلا إذا كان هناك رد فعل فيه نوع من العقوبة أو الردع الآن الجزء الكبير مهم من الردع هو جزء ردع عسكري بفصائل المقامة للقتاب القسام لبعض الجفهات الأخرى التي نراها لكن أيضا الدول الأخرى لديها إمكانات للردع يعني تركيا لديها علاقات تجارية واقتصادية مع دولة الاحتلال دولة الاحتلال في حالة حرب حقيقية مغلق البلد تماما من الشمال ومن الجنوب في السياحة وفي قطع خدمات والشكل اللي يتضرر ومديونية وما إلى ذلك الضغط على العلاقات الاقتصادية والتجارية وتبادل التجاري هو أحد الأدوات الضغط لكن ما الذي يحصل في المقابل؟ لا الغاز البضائع عبر تركيا تمردها لدولة الاحتلال ومؤخرا كان هناك مقترح من حزاب معارضة حزبي المستقبل والسعادة في البرلمان للتحقق أو للبحث دعني أقول أن يبحث البرلمان في البضائع التي تذهب من تركيا إلى دولة الاحتلال على أقل تقدير خلال الحرب وعن مدى تأثيرها على غزة فرفض بأصوات العدلة والتنمية وحليف الحركة القومية فهذا أمر هذا مسار الغاز الذي هو أمر أساسي بالنسبة لدولة الاحتلال في حالة حرب الغاز الأذربيجاني والذي يأتي من أسيا الوسطى يمر عبر تركيا إلى دولة الاحتلال وهناك إمكانية لوقفه أو للضغط عليه وبالتالي أن يكون ضغطا على إسرائيل مجرد الترويح بأي عقوبات من هذا النوع أو خطوات من هذا النوع لم يحصل حتى اللحظة وليس فقط الفعل تركيا تنسيقها أو وضع سقف لها مع دول مثل مصر والأردن والسعودية والإمارات المعروفة بموقفها التقليدي في هذا النوع من المواجهات بينما ترى أن تنسيقها أقل نوعا ما مع دول مثل قطر والجزائر والعراق وهي دول ليست بسيطة بالمناسبة طبعا مصر والأردن والسعودية والإمارات دول مفتاحية مؤثرة في المنطقة لكن أيضا الجزائر ليست بسيطة وقطر كما نعرف أثرها في العمل العربي والإسلام المشترك وحتى على الساحة الدولية ودول أخرى أيضا لديها مواقف حتى على مستوى الدولي لم نشهد مثلا محاولة من تركيا لتنسيق أكثر لموقف روسي والصيني متقدم أكثر أو ما إلى ذلك إلا رأيناها مرة أخرى منكفئة إلى حد ما ملتزمة بخط معين لا تريد أن تتجاوز وبالتالي هنا في المجال السياسي والديبلماسي والاقتصادي والتجاري وحتى الأمني ويمكن أن نذكر الكثير من الأمور التي إما تدخل في باب الاحتجاج وهذا ضغط بالتأكيد أو تدخل في باب محاولة التأثير المباشر لأنه في نهاية المطاف إسرائيل وهي متعطشة للدماء وماسكونة برغبة الانتقام وفي الطرف الآخر هناك دعم غير مسبوق تجد أنها فرصة تاريخية غير مسبوقة أنه حتى في ظل حزب ديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية دعم غير مسبوق تماما حتى أنه بايدن عندما زار تل أبيب أول مرة لم يعلن دعما لنتنياهو طالبه بايدن طالب نتنياهو بأن يكون حازما وقاسيا في رده على حركة حماس وعلى المقاومة الفلسطينية فهذا دعم غير مسبوق فبالتالي لماذا تتوقف إسرائيل عن الدماء وعن المجازر لن تتوقف إلا إذا شعرت بأن هناك ردا لها على ذلك أو أن هناك احتمال أن يكون هناك ردود رادعة لها وجزء من هذه الردود كما ذكرت لدول تملك هذه الأدوات مثل تركيا في نهاية المطاف أعود بسؤال سريع عن السياسة الخارجية يعني أقصد في نهاية المطاف عفوا ليس مطلوبة من أحد أن يحارب ليس الأمر بهذه الطريقة لكن بالتأكيد أن دولة إقليمية رائدة مثل تركيا لديها الكثير من لديها مروحة خيارات واسعة عفوا أن طبعا فاتني الأمر الأساسي الموضع القانوني نقول لنا أنه هناك تحرك في تركيا وبعض دول أخرى لمحكمة الجنات الدولية ويمكن أن يكون لتركيا تحرك كدولة في منصار محكمة العدد الدولية التي هي أسرع وأكثر جدوى أو أجدر بأن يخرج منها قرارات تصم وتوصف ما تقوم به دولة الاحتلال بأنه إبادة جماعية وهذا له رمزية وثقة وهميته أعود للتغير الحاصل في السياسة الخارجية التركية حضرتك عركت سريعا أنه هناك الغاز بتاع الشرق المتوسط يعني السياسة الخارجية عندما تتغير هناك معطيات في الخلفية أحد المعطيات التي ذكرتها أنه غاز الشرق المتوسط هل هناك معطيات أخرى ساهمت في هذا التغير؟ تقصد في العلاقة مع دولة الاحتلال؟ في العلاقة مع دولة الاحتلال اللي هو جزء من التغير العام في السياسة الخارجية إذا كنا سنتحدث عن المسار الأخير منذ سنتين ثلاثة هو مسكون بعدة عوامل مدفوع بعدة عوامل لكن مسكون بأمرين أساسيا الأمر الأول أنه هناك رغبة أمريكية كان مع إدارة بايدن بأن تهدأ بعض الملفات الخلافية والصراعات المباشرة والغير المباشرة في المنطقة ولذلك لم تكن رغبة تركية فقط بأن تتقارب مع هذه الدول الدول الأخرى أيضا أقصد الإمارات والمصر والسعودية ولذلك أيضا هي أرادت هذه المرة أن تتقارب مع تركيا تركيا رفعت في 2016 هذا الشعار التقارب وتقليل عدد الخصوم وتكثير عدد الأصدقاء لكن لم تلقى تجاوبا هذه المرة لقت تجاوبا لأن هناك رغبة أمريكية في المنطقة والثاني هناك مروحة أسباب أو عدد من الأسباب الداخلية لفي تركيا في مقدمتها لإقتصاد هناك رغبة في تهديئة ملفات السياسة الخارجية لعدم الضغط على الاقتصاد لأنه كان تحديدا إذا تذكرنا قبل سنتين أو ثلاثة كان هناك تحدي كبير جدا أما الاقتصاد وهناك رؤية بأن بعض السياسات الخارجية وبعض خطابها يضغط على الاقتصاد التركي أو بعض الأطراف تستغلوا للضغط على تركيا وبالتالي تخفيف الأزمات وحدة التوتر في بعض الملفات قد يفيد الاقتصاد خصوصا أن البلد كانت على مشارف انتخابات مصرية لإحنا الآن تخطناها لكن إذا تذكرنا ما قبلها واحتمالات أن ينتخب رئيس من المعارضة بعد انتوحدات وتحالفت وما إلى ذلك كانت وفي ضل وضع الاقتصادي صعب وحتى الزلزال الذي حصل مدمر الغير مسبوق كنا نتحدث عن احتمالات يضاعها خصانع القرار التركي بالتأكيد نصب عينيه فهذا جزء من إعادة تركيا تحسين علاقاتها مع معظم الدول الإقليمية وتحديدا الدول العربية الدولة الاحتلال تشترك جزئيا في هذه الأسباب لكن أنا أعتقد أن لديها خصوصية من زاويتين زاوية الشرق المتوسط التي تتفضلت بذكرها لأنه في السنوات الأخيرة ملف شرق المتوسط وتحديدا محور الدول التي تتقدم وتقود اليونان ضد تركيا والذي حاول عزلها وحرمانها حقوقها في شرق المتوسط وفي الغاز تحديدا وأسس منتدى غاز شرق المتوسط واستثناها وهي الدولة التي تملك الساحل الأطول على شرق المتوسط ترى تركيا أنه أولوية هذا الملاف وتحاول منذ تلك اللحظة أن تخلخل هذا التحالف أن تحاول أن تستنقذ إنجاز التعبير منه بعض الأطراف حاولت مع مصر كثيرا أن ترسم الحدود البحرية ليبيا طبعا خطوة أساسية في هذا الاتجاه رغم أنها ليست من هذا المحور لكنها جزء الاتفاق أو التركي الليبي كان خطوة مواجهة مباشرة لمنتدى غاز شرق المتوسط وحاولت قطع الطريق عليه والآن تحاول مع دولة الاحتلال مع الكيان الصهيوني أن تتفق معه على تصدير الغاز الإسرائيلي بين المزدوجين الذي هو الغاز الفلسطيني إلى أوروبا عبر تركيا فهذا محدد أساسي وما زالت تركيا حتى اللحظة تعول عليه بالمناسبة ولذلك في التصريحات مثلا التركيز كثيرا على نتنياهو ووصفه بكل الصفات السيئة وطي صفحة هواوى إلى آخره تمام محمود مجكر لكنه أيضا يشير إلى أن تركيا تبقي خط رجع إنجاز التعبير لأنها تريد أن تستمر بالعلاقات مع حكومة أخرى يعني إذا كانت كل المشكلة من نتنياهوه هو السفاح وهو القاتل وهو المجرم وهو 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 الذي خرج عن طوره وهو الذي يحاول أن ينقذ المستقبل السياسي إذا ما أطيح بنتنياهو وقتت حكومة أخرى يمكن لنا أن نستمر بالعلاقات وهذه الحرب كلها وكل مجازرها توضع فقط بجعبة وفي جيبة نتنياهو الأمر الثاني الذي لا يقل أهمية بالنسبة لتركيا هناك قناعة تقليدية موجودة لدى البيروقراطية التركية والمؤسسات التركية وتحديدا الوزارة الخارجية وهذا أمر يحتاج للنقاش لاحقا لكن هذه قناعة راسخة بأن أحد أبواب وأحد نفاتيح العلاقة مع واشنطن التي هي محورية وجوهرية واستراتيجية بالنسبة لتركيا رغم الخلافات هي بعلاقات جيدة مع تل أبيب وبالتالي تحديدا في الفترة السابقة التي كنا نتحدث أن تركيا تريد تهديئة الاقتصاد وتهديئة الملفات وهو إلى آخره وانتخابات مصرية هي نظرت إلى العلاقة مع تل أبيب إلى تحسينها وتطويرها على أنها أيضا مفتاح إن لم يكن لعلاقات أفضل مع الولايات المتحدة الأمريكية فعلى أقل تقدير لحلحلة بعض الملفات الخلافية لتخفيف حدة الضغوط الأمريكية على تركيا وعلى رئيس أردوان وعلى العدالة والتنمية فهدين العاملين أو هدان العاملان شرق المتوسط والعلاقة مع البلاد المتحدة الأمريكية أمران مفتاحيان مهما بشكل مهم واستثنائي بالنسبة لأنقرة لأن تطور علاقاتها وتحرص على عدم الرجوع لفكرة القطيعة مرة أخرى مع دولة الاحتلال يعني إذا ما قررنا يعني الآن في 2010 سفيرة مرمرة ستشهد عشر نشرين أترك فمفهوم تماما فكرة قطع العلاقات فأضعها جانبا لكن إذا أردنا أن نقارد مثلا بين 2018 عندما سحبت تركيا سفيرها من دولة الاحتلال وطردت السفير التركي بالطريقة التي ذكرتها أنا قبل قليل ما الذي كان السبب؟ كان السببين ترامب أعلن عن نقل السفارة الأمريكية للقدس وثانيا ميدانيا تعامل دولة الاحتلال مع مسيرات العودة في غزة بشكل دموي وكان هناك عشرات الشهداء فإذا قرنت الحدث هذا في 2018 مع الحدث اليوم لا مجال المقارنة تتحدث نون عن أكثر من 13 ألف شهيد نقل تحدث عن آلاف الشهداء تدمير غير مسبوق جرائم حرب مجازر بتوصيف تركيا وليس فقط بتوصيف أطراف أخرى لا يقارن مع استشهاد عشرات الشباب الناشط على حدود غزة وفلسطيني المحتلة ورغم ذلك لا تركيا يبدو أنها راجعت موقفها ولا تريد أن تقطع علاقات ولا تريد أن تصل لهذه المرحلة فبالتالي هناك متغير مهم مبني على هذه العوامل والدوافع منذ ثلاث سنوات أنا صليت صلاة الجمعة في مسجد أياصفيا عندما عاد إلى أنه يكون مسجد فمال علي المصلي لجنبي تركي وقال لي إن شاء الله صلاة الجمعة القادمة نصليها في المسجد الأقصى عندي صديق تركي أيضا لما حصلت الحرب على غزة حكى أنه إن شاء الله سنحرر فلسطين بالجيش التركي وطبعا فيه تصريح أيضا من دولة بحجالي لما حكى عنه أنه طارب بالتدخل العسكري التركي بس بعيدا عن السياسة المشهدين دولت من الشعب التركي بيطرح سؤال كيف يتعامل أو كيف يرى الشعب التركي القضية الفلسطينية بعيدا عن السياسة دولتي شوف هذا أمر لافل جدا وجميل جدا بالمناسبة أنا في تركيا من 1996 يعني من 27 سنة قبل أن نتحدث اللغة التركية قبل أن نتقدم اللغة التركية كانت الملحوظة حتى قبل أن يحكيها لك حكيت لنا كثيرا لكن كانت الملحوظة واضحة جدا بأنك عندما تقول كلمة فلسطين لشخص تركي على اختلاف الانتماءات وعلى اختلاف التحزبات إن كان فكريا أو سياسيا أو حتى اجتماعيا ومناطقيا أن الكل مجتمع على نصرة أو على دعم أو على التضامن مع الشعب الفلسطيني الآن الكل له منطلقه والكل له مفرداته التي يعبر فيها عن هذا التضامن والكل له مساراته العملية التي يعبر فيها عن هذا التضامن للمقتضيات معينة لخلفية اليسارية والعلماني كذلك والإسلامي والقومي والمحافظ والديمقراطي ممكن تشحلها شوية تفصيلتين يعني مثلا الإسلاميون لديهم شيء واضح إنه هذه دولة مسلمة محتلة من حركة صهيونية وبالتالي في مواقفهم لا يختلفون كثيرا حتى عن مواقف المقاومة الفلسطينية وتجد مثلا بعض التمظهرات لهذا الأمر في الخطاب لبعض الأحزاب المعارضة الآن التي هي عزاب إسلامية المحافظين قريبون من ذلك لكن قد لا يكون لهم نفس السقف القوميين مثلا ينظرون لتركيا اللي عفوا لفلسطين على أنها كانت أرضا عثمانية وأنها بعد أن نهارت الدولة العثمانية خسرنا فلسطين واحتلها البريطانيون وأتى مشروع غربي هو لا يستهدف فلسطين فقط لكن يستهدف المنطقة ويستهدفنا نحن كتركيا أيضا جزء منها وهذا نظر صحيحة بالمناسبة فضلا عن أنه مرة أخرى الخطاب القومي والثقافة القومية والتيار القومي في تركيا متصالح مع الدين فبالتالي يشترك بعض المشتركات مع أهلا اليساريين كانوا من الأسبق في تركيا للتعاطف مع القضية الفلسطينية خصوصا لدى المد اليساري في الثورة الفلسطينية ستنات وسبعينات يعني مكانت الجبهة الشعبية وجبهة الشعبية القيادة العامة وجبهة ديمقراطية خطف الطائرات وما إلى ذلك كان هناك يساريون كثر من الشعب التركي ذهبوا واشتركوا وانخرطوا في الثورة الفلسطينية في ذلك الوقت وبعضهم من نعادل تركيا سجن وما إلى ذلك فأيضا لديهم النظرة لأنه إسرائيل هي صنيعة الغرب الإمبريالي وبالتالي هذه الرأسمالية الغربية هذا مشروع ضدنا نحن أيضا كيسارين إنه موقف أيديولوجي يساري في مواقفات مشروع إمبريالي غربي وحتى العلمانيين الذي مثلا كحسب الشعب الجمهوري أو غيره ليس بالضرورة على نفس السقف في الخطاب وما إلى ذلك لكن أيضا لديهم أولا نزع يسارية معينة لكن أيضا يعتبرون أن هذا إرث لنا في المنطقة وأنه على الأقل تقدير من منطلق إنساني أنه هذه المجازر وقتل الأطفال والاحتلال وما إلى ذلك ومنطق القانون الدولي أيضا ضد والأكراد الأحزاب الكردية القومية أيضا هي تعتبر نفسها أساسا مشابهة للقضية الفلسطينية على الاختلاف الكبير نحن لا نتفق معهم في ذلك لكن هم يعتبرون أنه حركة التحرر الوطني بين مزدوجين كما الفلسطينيين لديهم حركة التحرر الوطني وأنه يعني يقاتلون كما يقاتلون ويناضلون كما يناضلون على ذلك حزب العمال الكردستاني كان يدرب أو يتدرب بعض عناصر وكوادره في سهل البقاع وفي سوريا مع بعض الفصائل الفلسطينية تحت مظلة النظام السوري في ذلك الوقت الذي كان هناك في تركيا بهذا المجال أنا أذكر مثلا إذا أكون طالب سنة أولى طب في أنقرة 96-97 لا أعرف التركية كثيرا بعض الكلمات المفتاحية التي أستطيع أن أقوم بها ببعض الأمور الأساسية في الحياة على موقف الباص دائما تكون سيدة مسنة رجل شاب كذا يلفت نظره أنك أنت أجنب وكذا من أين أنت؟ الكلمة معروفة فلسطيني أنا أعرف وعيشت هذا الموقف كثيرا أنه تدمع عيونهم السيدة المسنة تحددنا برجل المسنة تقول له فلسطين تدمع عينه مباشرة تلقائيا أنت لا تتحدث عن حالة حرب ولا تتحدث عن عدوان ولا تتحدث حد قصص إنسانية فيها تراجينية معينة من أين أنت؟ أنت من فلسطين تدمع عينه بشكل تلقائي هناك حنين وهناك تعاطف كبير وكبير جدا رغم أنه أحيانا يفتقل المعلومة وإحيانا يفتقل التقييم الموضوعي ولأخير لكن على مستوى العاطفة لديهم قول لطيف للأثراك أيضا يعني أقول لك عندما تذكر فلسطين يتجمل الدم في عروقنا أنه لهذه الدرجة نتأثر ونتفاعل وهذا صحيح يعني أنا أدعو للمتقنين للغة التركية المهتمين بالشأن التركي أن يتابعوا مثلا المؤتمرات الصحفية للأحزاب المنضوية تحت البرلمان أو الخطابات رؤساء الأحزاب أمام الكتلة البرلمانية ستجد أنه الخطاب الأعلى سقفا بلا حدود هي المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتحديدا عندما يكون الحدث استثنائيا مثل الحرب الآن على الدمان على الغزة يعني مثلا رجل مثل أحمد داود أغنو الذي هو دبلوماسي بامتياز وقاد دفة الدبلوماسية التركية يعني لا تحكمه الانفعالات في نهاية المطاف انظر لخطابه الآن عندما يحيي المقاومة الفلسطينية ويحيي الفلسطينيين ويتحدث بحدة على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تتقف خلفها وما إلى ذلك وأحزاب أخرى كثيرة دولة طهش الذي دعا مباشرة لتداخل عسكري وأحزاب أخرى كثيرة جدا يعني بل بولانت أجاويد رئيس وزراء سابق يساري هو من أوائل الذين كانوا أيضا يصفون إسرائيل بأنها دولة إرهاب وهذا مرة أخرى للإرث اليساري التركي مع القضية الفلسطينية فالحقيقة لا أمر لافت جدا على أنه طبعا مرة أخرى بعض الخطاب لا يفهم في تركيا كما يفهم في الدول العربية يعني التدخل العسكري الذي دعا له بهشري لم يكن تدخل عسكريا مباشرا ببعنى أن يذهب الجيش التركي ليقاتل إسرائيل هو تحدث عن تواجد عسكري تركي ضمن رؤية الرئيس أردواني فكرة الدول الضامنة في غزة أو في فلسطين لكن في نهاية المطافهما وقفت بالتأكيد مرتفع جدا عادة الخطاب القومي مرتفع سقف في تركيا لكن أنظر مرة أخرى للدول العربية والمسلمة المحبة لفلسطين أين خرج رئيس حزب متحالف مع الحزب الحاكم يدعو إلى تدخل عسكري وليس فقط موقف سياسي فأقصد أنه لا التعامل والتفاعل مع القضية الفلسطينية مختلف جدا في تركيا على المستوى الشعبي تحديدا ثم على المستوى الرسمي على أنه أحيانا عندما يتراجع الموقف الفعلي تجد أن الخطاب يرتفع بشكل تلقائي وهذا مقفوم في السياسة يعني أنت عندما يكون لديك فعل مؤثر وكبير وعالي سقف لا تحتاج دائما لنفس الحدة في الخطاب لكن عندما لا يكون عندك نفس المرتجى منك أو المتوقع منك وعندما تصدم بمواقف عاتبة أو منتظرة أكثر تكون ردة الفعل في الخطاب قد تكون أعلى أنا كان مفاجئ بالنسبة لأنه حتى حزب الشعب الجمهوري اللي هو النقيد التام لحزب العدالة والتنمية أيضا خطبوا هذا الشكل بل هو أحيانا يزاود على العدالة والتنمية والأسر دوني يطالبون أحيانا بمواقف أعلى سقفا هذا الموقف الحزب الشعب الجمهوري وهو يعني أنا شخصيا تفاجأت من المعلومة وأيضا المعلومة التي ذكرتها أنه كل الأحزاب في البرلمان لا تجمع على شيء في السياسة التركية إلا على فلسطين هل هذا الأمر مجرد استجابة للموقف الرأي العام التركي الشعبي يعني المناصر للقضايا الفلسطينية أم هو أيضا يعني زي بنقول بلت إن أيضا داخل هو طبعا بلت إن القضية الفلسطينية لديها حضورها في تركيا مرة أخرى إبراهيم قلن الرئيس الجهاز الاستخبارات الحالي الذي كان ناطقا باسم الرئاسة سابقا وكبير مستشاري أردوان كان لديه كلمة لطيفة أعتقد أنها مفتاحية في فهم الأمر كان يتحدث دائما عن الذاكرة التاريخية للشعب التركي تعرف أن الشعب التركي نزعة القومية حاضرة في التالي فكرة الذاكرة التاريخية والدول والتي أسسها الأتراك على مدى التاريخ وإرثهم مهم جدا يعني البعض يعني يقاربها منطق قومي البعض قاربها مثلا بمنطقة العثمانية الجديدة كما كان في سنوات سابقة هذه الذاكرة التاريخية والمسؤولية التاريخية كان قد يتحدث عن المسؤولية التاريخية يعني فكرة أن نحن كنا هنا كدولة عثمانية أو كأتراك وعندما لم نكن هناك أتت بريطانيا ثم أتت الدولة الإسرائيل الكيان الصهيوني أسس فبالتالي نحن لدينا هناك مسؤولية أن نكون لدينا موقف أولا ثانيا لديهم آثارهم هناك تحديدا في مدينة القدس ومدينة الأقصى بعض المؤسسات التركية مؤسسات مجتمع مدينة تعنى بالآثار العثمانية والتركية هناك ثالثا لديهم حتى يعتبر أنه في بعض العائلات ما زالت تركيا هناك لذلك هذه الذاكرة التاريخية والمسؤولية التاريخية حاضرة بشكل كبير جدا وأنه لدينا كتركيا مسؤولية وهذا نحن بالمناسبة نرى خطاب مسؤول ومهم أن تشعر دولة معينة لديها مسؤولية جاه الفلسطينيين هذا أمر مهم جدا ويدفع لقرارات والخطاب معين ثانيا القضية الفلسطينية قضية عادلة بامتياز هي قضية استعمار وقضية احتلال الآن مرة أخرى بفوارق البعض يدعو كما الإسلاميين من المحر إلى النهر البعض يدعو لحل الدولتين البعض يدعو فقط لوقف مجازر بغض النظر لكن في نهاية المطاف يرون أن إسرائيل دولة محتلة ومتجاوزة بحق الفلسطينيين تظلمهم تسفيق دماؤهم تعتقلهم وواء إلى آخره وأن الطرف الآخر دولة تحت الاحتلال وشعب تحت الاحتلال مظلوم مقاوم مثل الفلسطينيين فبالتالي يجتمعون أيضا مرة أخرى على هذه الفكرة أن هذه قضية عادلة ونحن نقف إلى جانب المظلومين ضد الظالمين ثالثا على مستوى الكثير من الأحزاب يدركون أو يعني بعضهم يرى أنه هي نموذج القضية الفلسطينية لفكرة الصراع بين الشرق والغرب أو بين اليسار واليمين أحيانا يعني لديها تفسيرات أيديولوجية كثيرة الأحزاب اليسارية هذه لديها أكثر حضور ربما الأسلامين أيضا نوعا ما الأحزاب الأخرى أقل لكن الأمر الرابع والأهم أنه أي حزب يفترض عندما يؤسس لديه طموح بأن يحكم يتلل لديه قراءة للقضايا الإقليمية والدولية وهم يعرفون ويدركون كما تترك الكثير من الدول أن القضية الفلسطينية مفتاحية جدا لأي طرف يريد أن يلعب دورا في الإقليم والعالم ولذلك لا يستطيع دولة ولا تصريع أحزاب في دولة مثل تركيا أن تتجنب التعليق وأن يكون ليها موقف وتقدم في فلسطين ممكن ترسم لنا صورة أنت موجود في تركيا من حوالي 30 سنة فأنت حضرت حتى ما قبل وصول عدالة التنمية ممكن تعطينا صورة عامة عن كيف تعامل أو كيف تصور الشعب التركي وتفاعل مع القضية الفلسطينية وهذا كان في تغير بسبب حكومة معينة أو توجهات مثلا أردوغان في 2001 ولا كان في نفس منذ بداية العلاقات في تركيا طبعا شوف على المستوى الشعبي على المستوى الشعبي يمكن نروح للرسم شوف على المستوى الرسمي سريعا معلش لأنه قد يكون مفتاح لأنه إحدى ملامح السياسة في تركيا هي لا أريد أن أقول تقديس لكن تقدير القائد قائد رئيس الدولة رئيس الحزب وما لا ذلك ولذلك غالبا المواقف السياسية الرسمية تؤثر في الشارع أكثر من يؤثر الشارع على قرار السياسي خصوصا في ظل قيادة قوية مثل أردوغان مثلا وقد أطرح مثلا أو نموت على ذلك لاحقا لذلك رسميا كانت تركيا أول دولة ذات أغلبية مسلمة ترفات بالكيام سنة كاملة تقريبا؟ في 49 يعني سنة تالية من شاتن يعني حتى بعد أشهر وليس بالضرورة حتى سنة كاملة الملمح الأساسي بأن علاقات تركيا مع دولة الاحتلال كانت انعكاسا مباشرا لمدى صحة يعني جودة أو توتر علاقات تركيا مع المعسكر الغرب وتحديد الولايات وتحدي الأمريكية في ذلك الوقت كانت تركيا تريد أن تنضم لحلف الناتو للمعسكر الغربي فكانت ذهبت لاعتراف بإسرائيل واندخلت في الحرب الكورية فدخلت الناتو في 1952 بقي ذلك لمر حتى الستينات عندما اختلفت تركيا مع الولايات وتحدي الأمريكية في موضوع القبرصي لذلك من الستينات حتى السبعينات بما في ذلك حرب ال67 وحرب ال73 كان موقف التركي متقدما ضد إسرائيل مع الموقف العربي أكثر موقف القبرصي تركيا كانت تريد أن تقف إلى جانب القوارس الأتراك الولايات المتحدة كانت أقرب لقبرص اليونانية ولدى التدخل التركي في قبرص ما اسموها عملية سلام قبرص عرضتها في تلك الفترة كانت تركيا موقفها ضد الاحتلال الإسرائيلي الأكثر وأقرب الدول العربية مثلا وهذا يعني متناقض نوعا ما مع تلك الفترة وسياساتها تسعينات القرن الماضي كانت فترة تعاون الذهبي والتعاون الاستراتيجي أو التحالف الاستراتيجي بين البلدين وفي الـ 94 والـ 96 وقعت اتفاقات عسكرية وأمنية كثيرة طبعا كان ذلك متأثرا بالتقارب الكبير بين تركيا والمتحدة الأمريكية مرة أخرى وأيضا الانقلابات التي أدت لتعمق وتركز سيطرة العسكر في تركيا على السياسة واستشعار أو رؤية هذه المؤسسة العسكرية والنخبل المرتبطة بها بأن الأعداء مشتركين بينهم بين دولة الاحتلال إيران والعراق وسوريا في ذلك الوقت الاعتبارات معروفة إسرائيليا تركيا فكرة العمال الكردستاني وما إلى ذلك والتيار القومي العربي وما إلى ذلك وبالتالي كانت تلك هي الذروة في 96 مع العدالة والتنمية لم يحصل انكسار سريع مباشرة لكن أصبح هناك نوع من الهدوء إعادة صياغة بعض المفاهيم وبعض السياقات لكن مثلا تركيا في بداية العدالة والتنمية حاولت أن تكون وسيطا بين إسرائيل وبين سوريا وبين إسرائيل وبين الباكستان فكرة الوساطة وفتح العلاقات وما إلى ذلك لكن مرة أخرى ما قبل ما في مرمرة يعني الحرب على غزة 2008-2009 كان شيء أساسي وقال وقتها الرئيس أردوان كان وزير الوزراء قال كنا نتحدث معهم عن عملية سلام مع سوريا وكنا نستضيف مفاوضات غير مباشرة فخدعونا وذهبوا للعدوان على غزة هذه كانت معلم أساسي ثم في 2009 حادث إهانة السفير التركي في تل أبيب جلازوا على كرسي أقل من نظير النائب أعتقد أو مساعد وزير الخارجية الإسرائيلي في ذلك الوقت ودافوس ثم بعد ذلك أثت ما في مرمرة لتكون الأساس كسرت العلاقات وقتها بالماسية وما إلى ذلك 2016 عادت العلاقات لكن لم تتحسن كثيرا 2018 مرة أخرى قطت العلاقات كما ذكرنا قبل قليل ثم أعيدت العلاقات مؤخرا هذه هم المحطات الرسمية شعبيا في البدايات لم يكن لك موقف شعبي ملموس للعلاقات مع تركيا لكن مع دولة الاحتلال عفوا لكن في الستينات والسبعينات مرة أخرى كان التيار اليساري متقدم كثيرا في رفض العلاقات مع إسرائيل ولذلك مثلا الانقلاف في 1880 ما نتج عنهم النظام السياسي معين لعلاقاته الوثيقة مع الواتفة تحت الأمريكية فهو انتقم من الإسلاميين واليساريين والأكراد الأكراد لإعتبارات داخلية لكن اليساريين والإسلاميين لعلاقات الاعتبارات متعلقة بشكل كبير إلى حد ما على الأقل تقدير مع دولة الكيان الصهيوني فلحد التسعينات وما بعدها كان التيار اليساري هو الأكثر حضورا في دعم القضية الفلسطينية لكن منذ السبعينات أخرها والثمانينات بدأ مد إسلامي في تركيا أربكان كان يزعم هذا التيار وتحول الأمر من يعني نبض شعبي معين لتيار سياسي وأحزاب سياسية معينة لدرجة مرة أخرى لأن هذا الانقلاب في 1880 يحتاج لتفصيل ويحتاج لنقاش هو محطة فارقة في داريخ تركيا أحد أهم أسباب الانقلاب في 1880 أن هذا التيار الإسلامي وقيادة أربكان أخرج مظاهرة داعمة لفلسطين تضمنت أو يعني كان فيها حوالي نصف مليون شخص من جهة كان هناك توجس بتغيرات أو تأثر التيار الإسلامي التركي بالثورة الإسلامية في إيران 79 ومن جهة ثانية قوة الداخلية وحضور الشعب وفي الانتخابات ثم هذه المسيرة لدعم القدس وهي نصف مليون شخص عقذت هذه الهواجس من التيار الإسلامي فكان الانقلاب الداخلي ما بعد ذلك طبعا التيار السياساري في تركيا تراجع بالتناغم مع تراجع التيار السياساري عالميا الإسلاميين والمحافظين هم الذين أخذوا هذه الوجهة ورأينا تنوع وهذا مفاضل لكن في عمومه التيار الإسلامي يرفض العلاقات مع إسرائيل يريد الوقوف تماما إلى جانب الفلسطين يطالب أحيانا بمطالبات مرتفعة السقف مثل أن يتدخل الجيش التركي في فلسطين أن يدعم الفلسطينيون بالمال والسلاح وما إلى ذلك ولاحقا مع العدالة والتنمية أصبح فيه متغير مهم أنت كتيار سياسي كنت معارضة وأصبحت في الحكم تيار سياسي بخلفية إسلامية ليس بالضرورة يعني حزب إسلامي بالمعنى التقليدي في العالم العربي لكن حزب ذو خلفية إسلامية أو رئيس ذو خلفية إسلامية مثل أردوان هو الأسفل أصبح في الحكم فلم يعد أو لم تعود نظرة التيار الإسلامي بالضرورة بدفس النظرة السابقة بات ينتظر من الدولة أن تقوم بشيء معين وهنا شخصية إردوان الآسر الكارزما التي يمتلكها من جهة وقوته وقوة حضوره وأداءه في السياسة الداخلية التركية أدت إلى أنه تراجعت المطالب الشعبية كثيرا خلف الأداء الرسمي للدولة قد يكون الاستثناء الوحيد هو مافي مارمرا 2010 لأنها خرجت مبادرة شعبية مبادرة نخبوية وليست بمبادرة مدعومة رسمية من الدولة لكن الدولة بالتأكيد تبنت الموقف بعد الاعتداء وسقوط الشهداء على ظهر السفينة أنا أعتقد أن السنوات اللاحقة وحتى الآن هناك تراجع ملموس في الموقف الكمي للتيار الإسلامي والمحافظة تركيا ينظرون أن هناك رئيس عبر عن هذا العمر لا يريدون أن يحرجونه إنجاز التعبير يعني إذا كان الموقف الرسمي مرتفعا فهم معه مرتفعون أو يعني عليه السقف مطالبات ومظاهرات ومعلى ذلك إذا كان السقف يعني منخفضا فهو أدرى لماذا نحن فقط ندعمه ونطالبه ما لذلك لا نزيد الضغط عليه أو لا نحرجه ولذلك مثلا مستوى المظاهرات في تركيا أقل هذه المرة حتى على المستوى الشعبي من المرات السابقة رغم أنه مرة أخرى العدوان ونتائجه وأثاره لا تقارى رد الفعل الشعبي أقل هذه المرة الكمية المظاهرات عددها وعداد الناس فيها لأن هناك موقف رسمي كان في البداية تحديدا مرتبك مرة أخرى لدرجة أنه لاحقا حزب العدالة والتنمية استشعر الحرج وقام بتنظيم مهرجان تضامني معه حزاب الحاكمة أو الرئاسة أو الحكومات لا تقوم بمهرجات تضامنية تذهب لقرارات معينة عدم وجود قرارات كبيرة وقوية واستشعار ضغط المعارضة أو مزاينتها إذا أحببت وضبط نبض الشارع دعا الحزب الحاكم لهذا الأمر ربما هنا بعض التيارات المتقدمة في دعم وتضامن مع شعب الفلسطيني مثل الحزاب الإسلامية التقليدية السعادة وأشباهها ومثلا منظمة الإغاثة الإنسانية إيهاها ذهبوا بعض الشباب الإسلامي منهم ذهبوا لمبادرات أكثر تقدمية نوعا ما يعني لم نجدها سابقا مثل فكرة السيارات أو المظاهرات في السيارات تذهب لبعض الموانئ التركية لتطالب بعدم ذهاب البضائع التركية إلى دولة الاحتلال مثل المظاهر التي نظمها مرة أخرى الإيهاها أو وقف الإغاثة الإنسانية أمام قاعدة إنجرلك العسكرية الأمريكية على الأراضي التركية ضغط على أو يعني مطالبة بعدم السماح الولايات المتحدة الأمريكية بأن تدعم إسرائيل العسكرين بهذه الطريقة مثل مبادرات الشبابية التي ذهبت لبعض الشركات المقاطعة التي تدعم الكيان الصهيوني بمبادرات جريئة إنجاز التعبيل صحيحنا سلمية بنهاية المطاف لكن تعطيل العمل فيها الجلوس فيها على الأرض مثلا ومنع الدخول الزبائل إليها أو ما إلى ذلك حركة المقاطعة النشطة التي نشطت في تركيا كلها تقول أن هناك استشعار وكأنه من بعض التيارات الإسلامية التقليدية بأنه نحن خسرنا كثيرا عندما اعتمدنا واتكلنا تماما على الدولة هناك مساحات لا تستطيعها أو لا تريدها الدولة إما لا تريدها أو لا تستطيعها أو الاثنين معا ينبغي على النبض الشعبي على التيارات الشعبية على الوسطات المجتمع المدني المبادرات وما إلى ذلك تحدثت طلابية النقابات أن تفعل نفسها فيها كثيرا وبالتالي رأينا هذه المبادرات التي كانت نخبوية جريئة مختلفة عن السابق وتقريبا عوضت عن فكرة التراجع الكمي في المظاهرات في الشارع التركي التي كنا نجد أنها على سقفا بكثير وأكثر عددا بكثير مما هي عليه اليوم وأيضا المقاطعة فعالة شعبيا أعتقد في تركيا بشكل جدا غير مسبوخ يعني نبض أو تيار المنادم المقاطعة موجود في تركيا تقليديا كما هو موجود في كثير من الدول لكن هذه المرة هو فعال جدا دعم وتم تبنيه من كثير من الشخصيات الإعلامية الرياضيين الفنانين وما إلى ذلك ثم دعم رسميا يعني مثلا البرلمان عندما يعلم مقاطعة بعض المشروبات التي لشركات معينة دون أن أسميها أو بعض الأحزاب السياسية البلديات الخطوط الجوية التركية التي أيضا أنا نتحضر على بعض المواد الغذائية أو المشروبات من ماركات معينة تدعم دولة الاحتلال هذا يظهر لك إلى أي مدى استشعار فداحة الوضع الإنساني في غزة وهذه الجرائم وأنه لا ينبغي لنا أن نسكت عنها وإلى أي مدى النبض الشعبي أيضا يؤثر في بعض القرارات الرسمية أنا قلت لك أن الموقف الرسمي يؤثر أكثر وهذا صحيح لكن أحيانا باعتبارك لدولة ديمقراطية وهناك رأي شعبي مؤثر ومهوم في الانتخابات أن دائما تهتم بربض الشارع وبالتالي تتفاعل معه بطريقة أو بأخرى فضلا عن أن الكثير من هذه المؤسسات يقودهم ناس نبضهم عادة وتوجهاتهم متعاطف مع الفلسطين أكثر بكثير من تيارات أخرى ربما العلاقة بين تركيا وإسرائيل مرت بمراحل عديدة زي ما لخصت ما هي المحددات الأساسية أنا عارف أن سؤال شوية قد يكون عام لكن ما هي المحددات الأساسية في علاقة تركيا بإسرائيل في كل قرار وتوجهات السياسة الخارجية التركية هناك عوامل داخلية وخارجية بعضها متعلق بالوضع السياسي الداخلي التركي الوضع السياسي والاقتصادي ومدى قوة الحكومة والتفاف الشعب حولها وما لذلك كلما كان هناك التفاف شعبي أكبر نسبة مشروعية سياسية وقوة انتخابية أكبر كلما كنت أكثر جرأة في السياسة الخارجية هذا ينطبق على تركيا وغيرها من الدول بالمناسبة وهناك أيضا عوامل مرتبطة بالطرف الآخر إسرائيل أو السويد أو مصر أو أي أطرف آخر ما هو موقفه مني ما هو موقفه من الأمور الأساسية الحساسة بالنسبة لي مثل مثلا الإرهاب والعمال الكردستاني وما لذلك وقبرص وثالثا مدى المصلحة المترتبة على هذه العلاقات إلى مدى التبادل التجاري العلاقات الاقتصادية العلاقة السياسية وهناك بالتأكيد موقف أطراف أخرى قد تكون مؤثرة مثل المتحدة الأمريكية والقوى العظمى وهناك بعض الأمور الأيديولوجية مثلا دولة مثل الكيان الصهيوني بالتأكيد العلاقات معها لديها بعض الروافد الأيديولوجية كما ذكرت سابقا من يحكم إن كان يساريا أو علمانيا أو إسلاميا أو محافظا هذا لديه خلفية أيديولوجية في التعامل في هذا الأمر فهذه في مجملها تنطبق على دولة الاحتلال وتنطبق على دولة أخرى كلما كان هناك موقف شعبي مختلف كلما كان هناك موقف تركي أقرب لها ثم في خصوصية الكيان الصهيوني أو القضية الفلسطينية بالتالي هناك ثلاث عوامل على أقل تقدير أولا في التعلق القضية الفلسطيني نفسها كلما كانت أهدأ كلما كان موقف أهدأ عندما يكون هناك عدوانات واعتداءات وحروب وما إلى ذلك الموقف أعلى سقفا والقدس بشكل مشابه ثانيا إلى أي مدى العلاقات التركية الأمريكية جيدة أو غير جيدة أنا قلت أن تركيا تنظر رسميا إلى أن العلاقات مع تل أبيب مفتاح للعلاقات مع واشنطن وبالتالي أيضا هذا ينظر له بشكل كبير في العلاقة مع إسرائيل وثالثا إلى أي مدى أو كيف تنظر دولة احتلال نفسها للعلاقة مع تركيا مثلا مع أردوان باستثناءات بسيطة هناك دائما تحريط ضده وعده ضمن الحركة الإسلامية العالمية وأنه إخوان مسلمين وأنه يدعم المقاومة للفلسطينية التي يسمونها إرهابا وأنه لا يريد الخير للشعب الإسرائيلي والدولة الإسرائيلية وأنه حتى عندما يريد أن يتقرب معناها هي أمور تكتيكية وحيلة معينة فقط للكسب الداخل أو ما إلى ذلك فبالتالي أنت ترى أنه فيه مجمل أو فيه مجموعة من العوامل تتداخل بشكل كبير جدا لكن مع الرئيس أردوان بالتأكيد هو الذي ينظم هذه العوامل من جهة ورأي المؤسسات التي تشارك في صنع قرار السياسة الخارجية مرة أخرى الحزب نفسه بالتأكيد باكتباري حزبا حاكما هناك الوزارة الخارجية بالتأكيد المؤسسة العسكرية الاستخبارات مؤسسة الرئاسة نفسها فيه مستشارين للرئيس وما إلى ذلك لكنه هو الذي يصوغ القرار النهائي وهذا أمر مهم أولا هناك شخصية طاغية للرئيس حضور قوي للرئيس أردوان وهو أحيانا كثيرا يرفع السخف أكثر مما هو مصاغ في آليات صنع القرار في مؤسسات الدولة وأحيانا هو يختار مفردات وأحيانا يرتجل وهو قادر على أن يسوغ دائما قراراته وأن يفرضها وثانيا البلاد الآن منذ 2018 تحكم في النظام الرئاسي وبالتالي لدى الرئيس صلاحيات أوسع مما كانت سابقا عندما كان رئيسا للوزراء وبالتالي أحيانا تجد أنه في مقومات أو في عوامل تدفع لقرار أو خطاب باتجاه أو بسقف أو مستوى معين لكن قد يذهب الرئيس أردوان لما يختلف عنه قليلا أو كثيرا أحيانا لأنه هو قرار الذاتي بهذه الطريقة وهذا طبعا ضمن مفاجآت رأيناها في كثير من الأحيان لكن إضافة لما سبق مرة أخرى سفينة ما في مرمرة الاعتداء عليها بهذه الطريقة أنا أعتقد أنه غذى شيئا ما ليس فقط للشعب التركي حتى لدى المؤسسات التركية بما فيها المؤسسة العسكرية التي تعتبر نفسها حليفا لدولة الاحتلال تقليديا وأنها تريد أفضل علاقات مع دولة الاحتلال وأنها أقرب لها مما هي لدول المنطقة وما لدلك حتى داخل هذه المؤسسة العسكرية أنا أعتقد أن شيئا ما تغير بعد ما في مرمرة واصبح هناك نظر بقلق نوعا ما وحتى إسرائيل نفسها أيضا السنوات الأولى الاعدال وتلمية لم تكن تنظر بنفس الطريقة كانت ما زالت تنظر لتركيا التقليدية وأن هؤلاء نعم إسلاميون لكنهم يأتون بشيء مختلف عن أربكان وأنه ما زالوا في السنوات الأولى علاقتهم معنا جيدة وزارونا وزرناهم ودخلوا في وسطات بين الكيان وبين دول مثل سوريا ومثل باكستان لكن لاحقا منذ 2011 وبعدها عندما تغيرت السياسة الخارجية كما ذكرنا باتوا ينظرون بقلق وتوجس لتركيا ولأردوان على المستوى الشخصي ثم من 2020 إنهم تخن الذاكرة أو 2021 باتوا يتحدثون عن تركيا ضمن المخاطر أو المهددات تعرف أنه مؤسسات الأمن القومي وما إلى ذلك في دولة الاحتلال بشكل سنوي تجدد تقييمها للقليم والمهددات الأمن القومي الإسرائيلي لأول مرة إما في 2020 أو في 2021 كانت هذه المؤسسات الأقرب للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية وضعت تركيا ضمن المهددات فهذا أمر أعتقد أنه مهم نظرة الطرفين لبعضهم البعض متوجسة وقلقة وغير مرتاحة ومرتابة دائما يعني لم تعود تركيا هي تركيا القديمة ولم تعود حتى إسرائيل بالنسبة لتركيا إسرائيل القديمة يعني مثلا في تسعينات القرن الماضي كان جزء مهم من هذا التحالف الكبير والعلاقات الكبيرة أن تركيا كانت محتاجة للكيان الصهيوني في شراء أسلحة مثل مثلا الهليوكوبترز الطائرات العمودية وما إلى ذلك وتحديث وصينات بعض أنواع الدبابات وما إلى ذلك الآن تركيا غير محتاجة لهذا المرتمع تركيا الآن من الدول الرائدة في التصنيع العسكري لم تعود محتاجها حتى استخباراتيا كان فيه حاجة معينة لعلاقة أفضل مع إسرائيل الآن تركيا نظرتها لدول المنطقة المختلفة وقدرتها الحصول على معلومة أو ما إلى ذلك أيضا اختلفت تماما يعني أداء جهاز الاستخبارات مختلف وجود تركيا في العراق داخل العراق أو في سوريا داخل سوريا أو في بعض المناطق الأخرى يعني يغنيها عن كثير من التعاون للإستخبارات والعسكري أيضا مع دولة مثل دولة الاحتلال فبالتالي أيضا الحاجة لهذا التعاون والوثيق مع دولة الاحتلال أيضا لم تعد موجودة فبالتالي من كثير من العوامل تجد أنه هذه رؤية التي يعني أرى أنها من 2010 عندما سئلت في نفس يوم الاعتداء على ما في مرمرة وكان خطاب سمي بالتاريخ يعالي سقف كثيرا لأردوان ضد إسرائيل قلت لك وقتها على التلفاز أنه مهما حصل لاحقا وإن عادت العلاقات لاحقا لن تعود يوما ما لحالة التحالف الاستراتيجي التي كانت قبل عدلاتهم ينتهى انكسر شيء الآن تحصل علاقات دبالماسية تتراجع علاقات تجارية قد تتراجع ولا تتراجع يحصل خطاب تصالح يحصل خطاب تصادمي لكن لم ولن باعتقادي حتى مع حكومة أخرى وحزب آخر غير أردوان وغير العدالة والتنمية لن تعود العلاقات التركية الإسرائيلية لحالة التحالف الاستراتيجي السابق إلا لو لا قدر الله حصل شيء كبير جدا متغير جدا لكن نظرة الطرفين لبعضهم انضعت تغيرت كثيرا لكل الاعتبارات التي ذكرنا العلاقة ما بين تركيا ودولة الاحتلال علاقة متوترة ولكنها معقدة ومركبة جدا بعيدا عن الموقف من إسرائيل موقف ديني وأخلاقي وإنساني وكل شيء هل سياسيا هل تركيا تحتاج إلى إسرائيل بعيدا عن علاقة بواشنطن حضرتك حكيت أنه فيه تيار داخل الدولة بيحكي أنه مهم علشان خاطر العلاقة مع واشنطن هل فيه أشياء أخرى تركيا تحتاج إسرائيل فيه؟ أنا لا أعتقد أنا أعتقد أن هناك مصالح متوهمة لتركيا مع دولة الاحتلال الطريف أن تركيا تنظر أن لها مصالح مع دولة الاحتلال رغم أنها تعرف ومتأكدة أن دولة الاحتلال تعمل ضدها يعني أنهما في خصومة في حالة عداء غير وباشر يعني تركيا تعرف بالتأكيد أن دولة الاحتلال جزء من المحور الذي تقود اليونان في شرق المتوسط وهذا ضد مصلحة تركيا على طول الخط بما يتعلق بالتنافس الستراتيجي مع اليونان فيما يتعلق بالثروات وأمن الطاقة ثانيا تركيا تعرف ومتأكدة ولدها تقاريرها ومواقفها بأن دولة الاحتلال تدعم النزعات الانفصالية لدى الأكراد في كل من العراق وسوريا وهذا تماما ضد المصلحات التركية والأمن القومي التركي فضلا عن عمليات استخباراتية معينة على الأراضي التركية وأمور أخرى كثيرة ما تفطرد تركيا أو ما تظن تركيا أنه موجود من المصالح هما الأمران التي ذكرتهما ملف الطاقة والعلاقة مع واشنطن العلاقة مع واشنطن هناك مبالغة موجودة لتقليدين بتعرف حين البيروقراطية تتغير بشكل بطيء جدا فعلا لدى تركيا فقط تقريبا هذه النقطة صحيح تحديد الدولة التي هي إرث معين في فترة طويلة في السياسة أو في بنية الدولة العلاقة مع واشنطن متوترة أساسا في ملافات خلافية مرتبطة بشكل وباشر بالعلاقة التركية الأمريكية وليس بالطرف الإسرائيلي يعني فكرة دعم الولايات المتحدة الأمريكية للميليشيات الانفصالية في شمال سوريا ليس لها علاقة معاشرة بإسرائيل أو دعمها لانفصال مثلا كردستان العراق ليس لها علاقة بشكل وباشر أو عدم الرضا الأمريكي عن تعاون تركيا مع روسيا وشراءها S-400 مثلا أو احتضان الولايات المتحدة الأمريكية لمنظومة قولن وحتى فتح الله قولن نفسه وعدم التعاون مع تركيا في التحقيق هذه أمور لها علاقة بشكل مباشر في العلاقة الثنائية لأمريكية تركيا وليس لدولة الاحتلال هناك عدة نماذج تاريخية ومحطات تاريخية تثبت أنه لا ليس بالضرورة أن تل أبيب هي بفتاح العلاقة مع واشنطن هناك مسارة أخرى كثيرة سياسية واستراتيجية وعسكرية وأمنية وواء الآخرين لاجئين وما إلى ذلك والمصلحة الثانية هي غاز المتوسط أن تركيا ترى بأنه تريد أن تكون هي وليس اليونان المعبر أو المحطة العبورية لغاز إسرائيل بين المزدوجين نحو أوروبا وهذا الكثير من من يبحثون في هذا الأمر من حيث الجدوى الاقتصادية يقولون أنه غير ممكن فضلاً عن أن دولة الاحتلال لا تريد ذلك هي ما زالت تنظر بعين الريبة لردوان ولتركيا لذلك هم يفضلون عن طريق اليونان وحتى عن طريق اليونان هي مكلفة جداً وهناك مشكلة لذلك هم يذهبون حالياً لحل فكرة عن طريق مصر وتحويل الغاز المسالة وما إلى ذلك يعني يذهبون لخيار ثالث تماماً بعيداً حتى عن تركيا واليونان وأنه فكرة النبيب التي تريد تركيا أن تمدهد تحت البحر المتوسط الغاز الإسرائيلي مرة أخرى بين المزدوجين لأوروبا حتى من ناحية الأمنية غير مجدية قد يكون لأنه أي توتر مثل الحالي يعني يجعل الأمر برمته في مهب الريح وتحت خطر شديد ولذلك العلاقة مع واشنطن وأيضاً ملف الغاز هي مصالح متوهمة أو مأمولة بأحسن الأحوال وليست مصالح جوهرية المصالح الجوهرية الأساسية المرتبطة بالأمن القوم التركي وبالبسارات الاستراتيجية للسياسة الخارجية التركية فإسرائيل مهدد وخطر وليس حليف لديه مصالح جوهرية مع تركيا لماذا إسرائيل تنظر إلى تركيا بعين الريبة؟ لأنه هي تريد موقف تركي أفضل معها لكن ترى أنه تحديداً مع أردوان تركيا حرضت ضدها وقفت ضدها لديها سقف عالي إن كان في ما يتعلق بالعدوان مثلاً على غزة أو مسجد الأقصى أو حتى في المنابر الدولية تركيا من أكثر الدول التي دعمت السلطة الفلسطينية في مسعاها لأن تعترف بها كدولة في الأمم المتحدة مثلاً تحديداً في 2012 عندما اعترف بذلك كان وزير الخارجية الفلسطيني يقف إلى جانب أحمد داود أغل وزير الخارجية التركي وانطلق إلى المتحدة في تلك المحطة وفي أكثر المحطة من أنقرة على نفس الطائرة مع وزير الخارجية التركي داود أغل ولاحقاً مولود شاوش أغل بالمسبة هذا التعبير عن مدى التزام تركيا بدعم فلسطين والفلسطين سياسياً أو دبلوماسياً في المنابر الدولية ثالثاً إسرائيل تأخذ على تركيا استضافة أو استقبال أو السماح بزيارة قيادات من حماس على الأراضي التركية وعدم اعتبارها منظمة إرهابية بالعكس حركة تحرر وطني وما إلى ذلك وهذا أمر محواري وجوهري بالنسبة لإسرائيل كان ضمن الاشتراطات الإسرائيلية اللي عودت العلاقات الدبماسية أن تقف هذه العلاقات وأن تطرد القيادات الحمسمية ولم يحصل من هذه الزوايا كثيرة يرون أن أردوان بشخصيته وخلفيته الإسلامية ضدهم لا يريد العلاقات معهم لكنه لأسباب مصلحية أو براغماتية وما إلى ذلك يذهب لتقارب تيكتيكي معه فهذه النظرة حاكمة تماماً ولذلك من نتنياهو وابنه وبعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية ستجد في بعض المحطات نوع من التحريض ونوع من الشماتة حتى بتركيا مثل الانتخابات عندما مثلاً تراجعوا في بعض المحطات ثم لاحقاً تقدموا فيها مثل الإنقلاب الفاشل في 2016 بعض المحطات معينة وجدت أن هناك لغة شامتة كبيرة ونغة تحريضية على تركيا كثيراً من هذه الاعتبارات يعني لا يرون أن تركيا بقيادتها الحالية مع أردوان صادقة في أنها ترغب بعلاقات جيدة ومتطورة معهم يرون أن ذلك مجرد تيكتيك مصلحي آني يمكن أن يتغير في أي لحظة مع أردوان وفي العدوان الأخير الحالي على غزة استخدموا هذا المنطق قلت قالوا رأيتم الآن لدى أننا دافعنا عن نفسنا ضد الإرهاب وما إلى ذلك خرج أردوان ليعود لخطابه التقليد ويتحدث عن إسرائيل كدولة إرهاب وحق الفصلين وما إلى ذلك وبالتالي هو ليس صادقاً في فكرة التقارب مع دولة الاحتلال وما إلى ذلك أنه فقط كان يناور تيكتيكياً لأجل الانتخابات وانقضة الانتخابات بعيداً عن أردوان وحزب العدالة والتنمية والنقلة في السياسة التركية التي حققها سواء على المستوى الخارج أو الداخلي كيف ترى الدولة التركية؟ خلينا نسميها بالمصطلح الدارج الدولة العميقة تركية كيف ترى العلاقة مع إسرائيل؟ وهل هناك تيارات داخل هذه الدولة ترفض إقامة علاقات مع إسرائيل؟ لا ضمن الدولة لا يسوى أن يرفض إقامة علاقات مع إسرائيل لكن قد تتفاوت أحياناً تقديرات مدى مستوى العلاقة ومدى المصالح المترتبة عليها الدولة التركية يعني المؤسسات هي تقريباً تقريباً موقفه وموقف العدالة والتنمية الحالي لأن العدالة والتنمية مع متغيراته على مدى السنوات الطويلة وتحديداً منذ 2015 و2016 وحتى الآن هو اقترب كثيراً من موقف وسردية الدولة في كثير من المور بمناسبة حتى داخلياً بتغليب الأمن أحياناً على الحريات أكثر بالموضوع الكردي مثلاً ومكافحة الإرهاب وما إلى ذلك ببعض السياسات الخارجية مثل قبروس وأذربيجان وغيرها واحدة مع علاقة مع إسرائيل وغيرها الكثير من الملفات الداخلية والخارجية حزب العدالة والتنمية مع طول الحكم انتقل إلى حزب حاكم وبالتالي اقترب أكثر من التيار الأساسي في هذه الدولة ليس بالضرورة أنه تطبع تماماً بكل المواقف لكنه في نهاية المطاف يعبر من زاوية ما عن موقف الدولة ورأي الدولة ثانياً في السنوات القليلة الأخيرة الخارجية التركية عادت لتكون أكثر حضوراً في آلية صنع القرار التركي وهذه البيروقراطية المؤسساتية فيها في وزاة الخارجية ما زالت على حالها القديمة إلى حد كبير يعني هي من المؤسسات القليلة التي لم يستطع العدالة والتنمية أن يغير فيها الكثير الاعتبارات العديدة ذاتية وموضوعية فما زالت هي جزء الآن أكبر لديها قدرة أكبر على الاشتراك والمساهمة في صناعة السياسة الخارجية ولذلك التوجهات الأخيرة مثلاً للتقارب مع إسرائيل هي مدفوعة من زاوية ما برأي وتقديم وتقييم هذه الدولة أو الدولة العميقة إن شئت التي رأى الآن أردوان والعدالة والتنمية أنها قد تكون محقة نحتاج فعلاً للتهديئة وتحسين وتطوير العلاقات مع عدة أطراف من بينها دولة الاحتلال الإسرائيلي شكراً جزيلاً الدكتوراً لقاك معنا وعلى التحليلات وعلى المعلومات المفيدة شكراً لكم على هذا الاستضافة وعلى وقتكم شكراً سعد شكراً لمتابعتك الحلقة للنهاية يمكنك الآن مشاركة الحلقة مع أصدقائك والحلقات أصبحت متاحة الآن على كافة منصات البودكاست شكراً لكم مرة أخرى وشكراً لفريق العمل في الكواليس السلام عليكم